هذه الورشة الدولية حول الحماية الاجتماعية للفنانين ترم هدفين أساسيين وتبدل الخبرات ما بين خبراء المغاربة والأجنين والسيما الفرنسيين وأيضا محاولة للخروج بسيناريوهات تحص زي المداشرين من قانون الفنان والمهنة الفنية وكذلك اليد التعامل مع القانونين الجديدين المرتبطين بالتقفية السرية الإجبارية بالنسبة لهم المستقلين والأشخاص الذين يزاولونها نشاطا خاصا وكذلك ما يرتبطوا بالمعاشات لهذه الفئة لإشكال نصب في الدراسة نصبت اليوم الأول عنها يعني المعطيات المتواجدة لحسب القوانين الموجودة في المجال وكانت تدخلات مهمة من قبل الهيئة الوطنية الهيئة مراقبة التعاملات والحقيقات الاجتماعية وكذلك صندوق الوطني الدمن الاجتماعي ويزارات الصحة ويزارات الشغل وفي المساء كان نقاش حول خصوصية العمل في المعنى من أمل الذي يميز العمل في المعنى عن باقي المهن الأخرى والخصوصية دياله وغادني إن شاء الله غاد يتكمل الوشعة اللي غاد يتطلعوا فيها الناس اللي حاضرين فيها وكذلك الناس اللي كيتبعوا هاد اللقاء عبر صفحة النقابة المغربية المعنى عن طرمية الفيسبوك غاد يتبعوا واحد حصة مرتبطة بعرض التجربة الفرنسية في المجال باش ندوزوا في الأشياء إن شاء الله السيناريوات المهتملة بالنسبة للمغرب ثم بعد ذلك بعد غادي صباحا إن شاء الله غادي تكون التوصيات والقرصة دياله هاد الوشعة